كنت تحمس اللغة التركية كان عندي كان أكثر أصحابي تحمسا فدخلت وانصدمت كانت تعرضت عن صورية كانت ساتذة وطلاب كانوا كلهم عماني بشكل عنصري وأنا مرتحش لابدا وهذا اللي صعب علي التأقلم لأنني كنت متعود على الإنجليش فقط تتحول تركيش والتأقلم كان صعب وما عم صعبات الهجرة وبدء حياة جديدة في بلاد الغربة أمر ليس بالسهل لكنها مع الحاجة لتربية الأطفال تزداد صعوبة في تركيا مثلا ورغم تزايد أعداد اليمنيين المقبلين على الهجرة إليها ما تزال العديد من الأسر اليمنية تعاني من صعوبة توفير بيئة نموذجية جديدة لكافة أفراد العائلة بشكل عام والأطفال وتعليمهم بشكل خاص بسبب اللغة أولا كأهم عائق ثم مدت أقلمي مع المجتمع ومصاعب الاندماج كانت نتيجة للمشاعر السلبية المصاحبة للهجرة والانتقال بلدك حرب وأنت شخص يتهارب وعال أغلب بشكل غير قانوني ويقول لك رجع بيتك يجيبك لدولتك مراد واحد من الأطفال الذين يقول آباؤهم إن المرحلة العمرية لهم وانتقالهم المبكر ساعد في تكيفه وسهل عليه تقوين صداقات جديدة وجعله أكثر حماسة لاستكشاف مجتمعه الجديد كان كل شيء جديد علي المعلم الأصدقاء اللغة أول مرة سافر يعني كان كل شيء غريب أنا أصف الثالث فعلنا اختبار عدت تاني يعرفوا مدى ذكاء أنا قعد بالمركز الأول في الصف بالمركز الرابع بالمطقة بالمركز 19 في تركيا ومثلت مدرستنا مع أصدقائي طبعا في مساوقة الشدرج والمنغلاء وعني من دالية ذهبية ومن دالية فضية لن يتكيف الأطفال بسهولة في المدارس المحلية التي تدرس بلغة البلد وهنا فإن الأمر قد يتطلب توفير وسائل مساعدة إضافية تحددها ظروف الطفل وأسرته في أكثر الأحيان لما حسنت أنه في صعوبة بالبداية أربع أشياء ساعتني عشان أتعلم اللغة أول حاجة أنني حبيت اللغة ثاني حاجة أنه أهلي يعني أهلي ما ضغطوا علي ما ضغطوا علي أنه إذا قبت علامة مش حلوة ما ما لاموني قالوا يعني بالإبتحان الثالث قيب أحسن أهم شاء تتكلبي النقطة الثالثة الدروس الدروس الدقوية تبع المدرسة كل يوم مادة درسين مادة بعد المدرسة رابع حاجة أنه كانت تجيل الأستاذة خاصة أستاذة خاصة تعلمنا القواعد التركية وفي أحيان أخرى تسهيلات تقدمها المدارس نفسها لطلابها الأجانب مثل مدرسة أريج التي توجد بها فصول خاصة للطلاب العرب للدراسة باللغة التركية ولكن بشكل مبسط يتناسب مستوى لغتهم لما تدخل في تركيا تركز كيف توصل لهم تركز على لغتك أكثر من الدراسة هذا الطالب ليس فهمني أنا وصل أني فهمني نكون أصحاب كذا هي أكثر شي نحن نواصل لكن في الدراسة نضعف وصلنا لفصل عربي في الدراسة هذا طالب جنبي عربي وأنا عربي فنفهم بعض لكن لما ندرس الشرح لك نركز للدراسة في اللغة بنحاول نظرتي للشعب اختلفت أنهم نظروا لشعب حبوبين نشوفهم عملهم غامضين كما يضحكوا بسرعة ما يبتسموش نشوفهم ليش فلما دخلت المدازة تركية عرفتهم أكثر أنهم حبوبين أنهم يأخذوا ضغط بس أنهم يتكلموا معاك يحاوروك عادي أنهم حبوبين جدا في لحظات تجيلي أني كذا حسني هلك تعبت أنهك من الدراسة لكن أكثر حافظ أني شجعني أني أكون واصل لما وصل مع شخص تركي يقول لي ترك مسن ومن كث ما تكلم معه تركي طبيعي يقول لي لأني عربية هذا الشعور كان يحفزني وعندي لغة أكثر ونتقويتها من الدراسة وكان أكثر حافظني وروح للمدرسة عشان أتعلم أكثر وما يشوف تلك الدولية التي تدرس باللغة الإنجليزية لكنها بالنسبة للكثير من الأسر صعبة بسبب تكاليفها الباهظة ويراها آخرون غير مجدية حيث تسهم في عزل الأطفال عن المجتمع الجديد ولا تحل مشكلة اندماجهم بل تؤجلها في حين يشدد تربويون على أهمية الدعم النفسي للأسرة أيًا كان خيارها أو ظروفها